والآن مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعرف منفسك أيها الحافظ اسمي جهاد ابن مطعم ابن عيسان مالكي جهاد ابن متعب ابن المتعب نعم المالكي نعم جهاد نعم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من أنس من المالك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من أنس بن مالك إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها أبي حريرا أكمل إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي على النار فلا يزال ويدعو الله فيقول أن لك إن أعطيك ذلك يتسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله من يعود بك من أخبطي والقبائل أنس بن مالك فتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أترك الصلاة أبي حريرا أو لكلكم ثوبان أبي حريرا أي مسجد موضع في الأرض أولا أبي در لقن موتاكم لا إله إلا الله حديث من أبي ساعد عند من عند مسلم إنما الصيام جنة حديث من أبي هريرا عند الشيخين من أراد الحجة فليتعجل حديث من حديث أبي هريرا عند أبي داود عند من أبي داود السيد الله حديث عبد الله بن الشيخين من صححه رجاله ثقات وقد صححه غير واحد المشتباه النسائي وجوده محمد كل خطبة ليس فيها تشهد أبي هريرا عند أبي داود باب ما جاء في خطبة الحاجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مبينه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي حديث من كان يجد من التنزيل شدة حديث من كان بسنة عبد 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 رقم كم هذا الحديث الثالث بعد خمسمائة وألف في جنبنا الصحيح للمجلد الرابع طيب كان رسول الله يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر عن الشيخين من صلى البردين دخل الجنة أبي موسى الذي بعده أبي ذر ألي بعده أبي هريرا ألي بعده أنس أنس عرفي بن خليد عن عائشة عن أبي أمامة عن جليل عن أبي هريرا عن ابن عمر وفي حديث أبي المليح عن علي عن ابن عباس عن ابن عمر عن ابن عز بن رفي إن حق الشروط ينفى بها ما استحلالتم بيع فروج حديث من عقب بن عامر الذي بعده الذي بعده ابن عمر الذي بعده مطلغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حديث من أبي هريرا عند الشيخين اللي بعده اللي بعده هذيفة الحق الفرائضة بأهلها ابن عباس عند الشيخين لا يرث المسلم الكافر والكافر مسلم أسامى عند الشيخين إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أكمل نبيه بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجى أبو مضار الذي بين جمدى وشعبان أي شهركم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بإسم غير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال أي أمكم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بإسمه قال أليس يوم من نحرقنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقونا ربكم فيسعدكم عن أعمالكم ألا فليبلغ الشاهد الغائب أحسنت اشتركوا في القناة